بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور أحمد ناصف دكتوراه في علم النفس التربوي رئيس قسم صعوبات التعلم ودمج ذوي الإحتاجات الخاصة بشركة الأماكن التعليمية العالمية شرفته بدعوة معالي الأستاذ الدكتور محمد علي يوسف عميد قلية علوم ذوي الهمم لرئاسة قسم اضطرابات التعلم اضطرابات التعلم المحددة او صعوبات التعلم بقلية علوم ذوي الهمم جامعة باشن الأمريكي ورؤية القسم هي كالتالي اولا اعداد اخصائيين ومعلمين مختصين يمتلكون الكفايات التي تمكنهم من اداء دورهم تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي صعوبات التعلم وتلبية حاجاتهم واشباع رغباتهم حتى يستطيعوا الاندماج والتفاعل الايجابي فيه المجتمع ثانيا تزويد الطلاب بقاعدة علمية واسعة ومكثفة في مجال صعوبات التعلم وتهيئة الطلاب واعدادهم للبحث العلمي والاكاديمي لخدمة ذوي صعوبات التعلم ثالثا اعداد الطلاب لسوق العمل بعد التخرج والتي تشمل الكثير نذكر منها اختصاصي صعوبات التعلم النمائية والاكاديمية في مجال التعليم العام اختصاصي صعوبات التعلم في مجال التعليم الخاص والمدارس الخاصة اختصاصي صعوبات التعلم في المراكز الخاصة والاهلية لعلاج صعوبات التعلم باحث في مجال اكتشاف وتشخيص وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة كما تشمل فرص العمل اختصاصي في غرفة المصادر بالمدارس التعليم العادي ومدارس الدمج أيضا اختصاصي في مجال الإرشاد لذوي صعوبات التعلم والعمل في المراكز الخاصة بعلاج تأخر نطق ومشاكل الاتصال والتواصل عند الأطفال أو بالمؤسسات التي تهتم بحالات التوحد وطيف التوحد العمل كمعلم في المدارس المخصصة لذوي صعوبات التعلم والمراكز الاستشارية وتشمل أيضا العمل لدى المراكز المتخصصة بتقديم الإرشاد والاستشارات لأولياء أمور الأشخاص من ذوي صعوبات التعلم ومؤسسات المجتمع المدني والعمل لدى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التي تقدم خدمات العناية والرعاية ونقوم في بحثنا وفي تدريسنا على الجمع بين السهولة والدقة وتغليب الجانب العملي والاهتمام بالجانب العملي في التدريس بحيث نبتعد عن الحش والتطويل وكل هذه الأمور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن الظن وأن نكون على قدر تحمل الأمانة والمسؤولية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته